وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في محافظة جنوب سيناء خاصة في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس السدر والطور بالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تذخر بها مصر في هذا الإطار وخلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة ووجه الرئيس السيسي بتطقيق كافة التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافة عوامل الأمان لمرتدي الطريق فضلا عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة كما تبع الرئيس السيسي مستجدات تطوير حضبط المقتم موجها بمواصلة جهود قائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميدين بالمنطقة